إلى الرابع والعشرين من كانون الثاني تتحرك الكتل البرلمانية لاختيار رئيس الجمهورية وفقاً لسياقات الدستور الكرة في ملعب الكرد، ذلك العرف الدستوري السائد في العراق بعد 2003 لكن المتغير الذي حسم شكلاً مختلفاً لانتخابات تشرين بات يخلق الغموض والتشويق الذي سبق مثلاً فوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان وعلى الرغم من الفوز الكاسح والمتوقع مسبقاً بحسابات قوة الكتلة الصدرية إلا أن مصير الكتلة البرلمانية الأكبر معادلة صعبة حتى الآن بمفهوم المنطق الشعي في الإطار التنسيقية وهنا ثم تفسير يرجح كفة الميزان لصالح التيار الصدري الذي يقود زعيمه مقتدى الصدر عنوان حكومة أغلبية وطنية لذا فإن الاحتمال الأكثر قوة في ميزان القوى السياسية خلال جولات الأيام المقبلة هو توقع الصالون السياسي الذي يرجح ترشيح الرئيس برهم صالح لرئاسة الجمهورية وفوزه بولاية ثانية أما الأسباب المرجحة لشخصية برهم صالح تقف على رأسها التقاربات بين الكتلة الصدرية وتقدم عزم وموقف الكرد الذي يطفو على سطح الاتحاد الوطني الكردستاني بترجحه حسم منصب الرئيس والتجديد لبرهم صالح سبب آخر لا اعتماد شخصية برهم صالح ما أدركه الوسط السياسي في العراق وانعكز نتاجه على حراك بغداد العربي والعالمي فالرجل بحنكته وخبرته وانسيابية العمل المشترك مع رئاسة الوزراء والبرلمان كان له الدور الفاعل في الانتاجية السياسية والدبلوماسية لصالح بغداد أيام قليلة إذن تحدد مصير منصب رئيس الجمهورية لكن لا اختلاف حقيقيا يظهر بين السطور على ترشيح الرئيس برهم صالح فيما يبقى حسم صراع الكتلة الأكبر في البرلمان هو المعيار الأخير الذي يمنح الإجابة الشافية والنهائية على شخصية رئيس الجمهورية ترجمة نانسي قنقر